هي قصة عدو الغريبة والأولى من نوعها أن يتم طرد مريض من مستشفى الأخوين شنافة بمدينة المشرية بن عامة مطلب العائلة من مديرة المستشفى توضيح سبب الطرد وللمديرة كان لها رد آخر أمي بغداد دخلنا الوبيطال إنسان هذا مقرود ما عنده حتى إنسان عايش غير واحدة مسكين دخلنا الوبيطال قال لك ما عندناش طبات على العظام قال لك ما عندناش تطبط على العظام قال لك ما عندناش تطبط على خرجه كيف جانا نخرجه كيف جانا نجيبها الوبيطال تدقلي خرجه أنفي جملة وتفصيلا التصريحات المسجلة من طرف المريض كما تحفظ بشدة على كلمة طرد حيث تم التكفل بالمريض يوم 1 ديسمبر وتم نقله إلى المستشفى الجامعي بيتلمسان أين تم التكفل به جراحيا ثم تقدم إلى مصلحة الاستعجالات يوم 21 جنفي حيث أجريت له كل التحاليل والفحوصات والأشعة اللازمة التي أثبتت أن المريض بحالة جيدة ولا يحتاج إلى الاستشفاء وأن الحالة تبقى اجتماعية أكثر منها استشفائية من يمتلك الصحة يمتلك الأمل ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء فأصبح هم المريض أغا هو الحماية وطبيب خاص